دعونا نذهب من بطل لبطل، نذهب لفاروق صلاح من جنوب أفريقيا لكي نطمئنا على بطلنا، النادي الأهلي مساء الخير عليك يا فاروق، وطمئنا على فرقاتنا وبعزاتنا في جنوب أفريقيا فاروق، طيب، هنرجع لفاروق تاني وزي ما بقول لحضراتكم، بنتكلم دايماً على أبطال، بارح ريال مدريد كان بطل وبنتكلم النهاردة كمان عن إن شاء الله بطولة جديدة تضاف لدولاب النادي الأهلي إن شاء الله ومباراة صعبة أمام سانداونز رجعنا لفاروق تاني، فاروق مساء الخير عليك كل التحية لك كابتن هاني وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طمنا فاروق أخبار بعزاتنا إيه، أخبار التدريب إيه، أحوالنا إيه بعد الرحلة الطويلة كيف تعامل الجهاز الفني مع هذه الرحلة الطويلة، طمنا على فرقتنا يعني خليني في البداية يعني يا حب من كلام حضرتك كابتن هاني كيف تعامل النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي مع هذه الرحلة؟ طبعاً توفير طائرة خاصة للنادي الأهلي في الحرارات الأفراقية المؤخراً أو في فترة الأخيرة أمر يعني يشكر عليه مجلس إدارة النادي الأهلي ونالنقاط المهمة جداً لازم ننوي لها حضرتك طبعاً يا كابتن هاني، واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية ويعني التاريخ طويل في الاحتراف، أكيد عشت وتعاشت مع هذه الأجواء ووجود طائرة خاصة في مثل هذه الرحلات أو الموارات الأفراقية بيبقى أمر ضروري جداً تاني نقطة يا كابتن هاني هي عملية الاستشفاء اللي تمت للعبين على الطائرة والدوري الكبير اللي قام به أفراد الجهاز الطبي بقيادة رئيس الجهاز الطبي طبعاً الدكتور أحمد أبو عبلة ومعه باقي الطاقم الطبي اللي تستشفى اللي تم للعبين في الطائرة، أنت عارف حضرتك كابتن هاني أن اللعبين خرجوا من استياد الأهلي والسلام بعد الفوز على فريق بيراميدز وسريع عن استقلال الطائرة والتوجه إلى جنوب إفريقيا من هنا بدأ الاستعداد، أيضاً النقاط المهمة أن الفريق قفل سريعاً لدى استقلال اللعبين الطائرة، فصفحة مباراة بيراميدز عندنا هدف مهم جداً عندنا الفوز إن شاء الله وتحقيق نتيجة الفوز بإذن الله على فريق سانداونز من النقاط المهمة لأطفت مزيد من ارتفاع الروح المعنوية والاستقرار الفني طبعاً قرار بتجديد قاعد مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني لمدة عامين كان أمر في غاية الأهمية طبعاً بعد رحلة الطيران، عايز أقولك أن الأجواء هنا أكثر مرة في جنوب إفريقيا وبالتحديد جونيس بيرج اللي تستضيف أحداث اللقاء على استاد سوكر سيتي إن شاء الله يوم يستبت في تمام الساعة الثالثة أقدر أقولك برضو يا كابتن هاني بالنسبة للحضور الجماهيري زي ما فرضنا من خلال قناة نادي لالي أن مسؤولي نادي سانداونز كان المخطبات الرسمية ما بينهم وما بين مسؤولي الكاف أو الاتحاد الإفريقي حصلوا على موافقة بحضور على عشرة في المية من ساعة الاستاد تقدر تقول أن أرقام الجماهير ليست تتجاوز الخمس تلاف أو سبع تلاف متفرج ودي موافقة حصل عليها فريق مسؤولي نادي سانداونز النهاردة بالفعل نادي الآلي كان أدى مرانو الأول على استاد أو ملاعب نادي كايزر تشيفز وعايز أتكلم هنا كابتن هاني على قيمة النادي الآلي قيمة النادي الآلي ونظرة الأندية القرى الصمراء للنادي الآلي وعايز أقول إحنا هنا في جنوب أفريقي الجميع بيحتفي بالنادي الآلي الاستقبال للنادي الآلي عارفين يعني إيه قيمة النادي الآلي النهاردة النادي الآلي بيؤدي تدريباته على استاد أو ملاعب نادي كايزر تشيفز اللي كانوا حرصين يعني المسؤولين أبناء ملك النادي والمدير الرياضي حرصين على استقبال للنادي الآلي وتبادل الهدايا التسكنية مع النادي الآلي قال لي كلمة مهمة جدا يعني كايزر جونيور المدير الرياضي قال لي كلمة مهمة قال لي النادي الآلي بالنسبة لنا مش مجرد رقم النادي الآلي هو واقع احنا بنعيشه بنشوفه بعنين النادي الآلي ليس بالنسبة لنا كمؤسسة رياضية فقط بننظر لي هنحطينه قدامنا نموذج كإداري النادي الآلي مش فخر لمصر فقط لا النادي الآلي فخر للقرة السمراء والنادي الآلي مش تاريخ الكتب على مدار سنين فاتت لا ده تاريخ قدروا يحافظوا عليه ومستمرين كلام مهم جدا لكابتن هاني ان الكلام ده يطلع من مسؤول يعني انا مسؤول كنت بقوله انت منذ اشهر قليلة انت كنت بتلاعب النادي الآلي على نهاية كأس افريقيا ونهاية دورة ابطال افريقيا وان الاهلي يفوز بسلاسة اهداف لكن هي دي قيمة النادي الآلي يا كابتن هاني طبعا مران اكثر مرة النهاردة ظهور اللعبين بحالة بدنية وحالة فنية اكثر مرة قبل المران كان فيه محاضرة الميستر بيتسو موسيماني مع اللعبين طبعا نتكلم على اهم النقاط القوة والضعف فريق ساندونز يعني واحد من الفرق القوية طبعا والاسماء الكبيرة في القرى السمراء كان مستر بيتسو موسيماني عارض بعض اللقاطات الفيديو الخاصة بالمباراة الاخيرة اللي جمعتنا بين الآلي وفريق ساندونز وايضا عارض مجموعة من المباريات لفريق ساندونز بالفترة الاخيرة اللي خدها اقدر اقولك برضو يا كابتن هاني ان فريق ساندونز بعد مباراة الآلي خد لقائن لقاء في الدوري ويتلقى فيه الهزيمة به هدفين مقابل هدف ولقاء فيه الدور التمهيدي لكأس جنوب افريقيا كان امام احد فرق الدرجة الثانية وفاز بستة اهداف طبعا عنده غيابات عن اللقاء حتى الان طبعا استمرار غياب سرينو انا بحاول اقربك اكتر كمان يا كابتن هاني من فريق ساندونز واستعدادهم للمباراة عندهم استمرار غياب سرينو للاصابة طبعا بعد اصابته في مباراة ساندونز والهلال وايضا مستر رولاني المدير الفني الثاني اللي طبعا كان حصل على كارت احمر او طارد في مباراة الآلي وتقرر ايقاف لمدة مباراة هي المباراة القادمة امام فريق النادر الآلي ابردو عايز اطممك على محمد هاني محمد هاني طبعا كان لفترة المباراة بيرامز كان اشتكى من الام في العضلة الضمة وفضل الجهاز الطب ان هو يريحه النهاردة محمد هاني بيقدي بعض التدريبات العلاجية التدريبات التأهيلية لكن يعني زي ما اكد لنا الدكتور رحمد ابو عبلا ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا محمد هاني يكون موجود معنا في مباراة اليوم السبت بمشيئة الله حالة اللعبين التجيزات والتحضرات بالتبم على النطاق الاداري دور السفارة المصرية اكثر من رائعة كابتن هاني ايضا انا مش عايز برضو انا عايز اقولك على درجة الحرارة او الجو هنا بالضبط كابتن هاني ده متعودين على الامور دي انت عارف المهم كمان اه اقول لنا الاجواء يعني درجات الحرارة كان في جنوب افريقيا ويعني تقول لنا كمان استعدادات او برنامج فرقتنا بكرة هيكون ازاي ان شاء الله اقدر اقولك كابتن هاني ان هنا في جنوب افريقيا احنا في فصل الصيف يعني ده فصل الصيف بالنسبة لجنوب افريقيا لكن تقدر تقول انت ممكن تشوف الاربع فصول بتوع السنة في يوم واحد بالامس كان استقبال النادي الاهلي بالامطار الامطار كانت بتهطة البغزارة هنا في جنوب افريقيا على مدار اليوم النهاردة درجات الحرارة ما بين ارتفاع لدرجات الحرارة تصل 24 ثم 17 لكن تقدر تقول ان الجو مناسب يعني نتمنى ان شاء الله ان الجو يستمر على هذه الدرجات الحرارة يعني ان شاء الله اليوم المباراة يعني خلال فترة دقائق قليلة يتم اجراء المسحة الطبية لعبة النادي الاهلي بالنسبة للبرنامج الخاص بالنادي الاهلي غدا ان شاء الله هيكون طبعا فيه وجبة الغداء للعبين هيكون في تمام الساعة 11 ونصف صباحا ثم فيه طبعا هيكون محاضر مستر بيتسو ميسماني مع اللعبين وهيكون المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو ميسماني والمؤتمر الصحفي لمدير الفني الفريق سانداونز منكوبا هيكون في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم المباراة او التدريب الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب سوكر الستي هيكون في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القيرة اللي هو نفسي توقيت جنوب إفريقيا يا كابتنادي فاروق بنشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلت وكل المعلومات وتحياتنا لك وفرقتنا وان شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي ويعمل مباراة ان شاء الله تليق باسم النادي الأهلي ويكون الفوس حليفه باسم الله